كوريا خير يا طعو جاءت ترازل علي في محلة أتلعيشي ولا ايه نازلة تحني يا كوريا فينا وللنه هربت نبتي داني بقاطع رجلي لو أدخل أترازل على حرمة صاحبي وهو مرمي في المستشفى أما لا عاوز ايه يعني هكون عاوز ايه مش كوافير حريمي دلم وأخذة ولا ايه ولا احنا في مركز الإبداع كوافير يا رايز تمام أختي بقى أخونا واهدان الصغيرة فرحق رايز وجايين نحجز له وقلت بالمرة رغي معاكي وناخد وندي عشان نعرف إيه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزلة شوفها طعو الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس ما بيخشش هنا رجالة ولا نصاص رجالة فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت أمي مش هقولك استنى بما يخرج هيمة أنا اللي هفرج عليك أمي تلاقي لها اللي الله وقتي خلاص شتفتيني طب اسمعي بقى ستة ستات هيمة خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومة بتدور عليه بس هو حاطت في دناغه هيمة بس أنا بحب هيمة ولا ممكن أخلي حد يعلم عليه من حتة تانية ده أنا ساعت هيجيني تعقون على حق يلا رجال لحسن حسن الأكشجيني اللي في المطرح شاحح مني سلام بقولك يا دكتور الله لا يسيقك أنا لا ليه في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده أنا قلبي مقبود وحاسس إن أنا روحي هتطلع لو عدت هنا أكتر من ساعة يا إبراهيم أنت عندك جرح كبير في مكان خطر وعمل لك تهتك في عدلات الكتف ونزفت دم كتير قوي مش مهم خرجني من هنا يا إبراهيم أنت محتاج راحة تمة ورعاية طبية على أقل كم يوم طيب تمام أنا هروح أرتاح في بيتنا هفضل قعد قدام التليفزيون 24 ساعة أنت عندك تليفزيون إخرص أنت اكتب لي على خروج الله يكرمك أنا عندي فكرة يا دكتور إبراهيم أخويا أنا هروح معا لبيت وأخدمه اللي هو عايزه أنا تحت أمره ما هو المسألة مش راحة وبس إنت عندك أدوية وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نتطمن عليك كذا مرة في اليوم لا تطمن يا دكتور إنت لو عايزنا نخف اكتب لي على خروج إحنا عندنا حلاق صحة بسم الله ما شاء الله إيدي تتلفف حريق هبابعته يديني الحقن اللي حيك هتكتبها لي تبتهزر؟ ما فيش خروج قبل ثلاث يام على أقل إيه ده؟ وبزع ليه؟ يا قبلة يا قبلة حلقات لك كمان؟ بولك يا أنا من رأي إحنا نسمع كلام الدكتور نقعد السنة أو السنتين داخرة سنتا خرجني من هنا سوكا سوكا خرجني من هنا أعز أحكيليك حكاية حكاية لواحد صاحب صبو صبحي يا ما كنت في الوراء كنا زملاء في الجامعة كان صبحي دوت ما عندوش غير أميس وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم بعد ما بيخلص الجامعة بينزل عالشارع بيدور عالفلوس بأي شكل اشتغل أي حاجة يبيع مناديل يخسل عربيات يبيع فل أي حاجة مهم يجي فلوس وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشر قاعد يتحقل عليها عشان يشغلوا عندو الراجل صاحب عليه وقام مشغل صبحي صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده الراجل حبه وابتدى يرقيه شوية بشوية لغاية ما قاعده على الكيس اللي هو الكشير يعني بلغاتنا دي من صبحي بقى يحمد ربنا لا صبحي طامع طامع صبحي وابتدى يفكر إزاي يشارك الراجل في ماله وابتدى يلعب على الراجل الراجل حس تخيل انت الراجل يعمل إيه ها؟ ولا حاجة ليه؟ عشان الراجل طيب قام طرده اسبوع والتاني وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب قام راجع للراجل تاني وباس إيديه قابل رجليه وقال لابوس إيديه كابدق معاكم الأول إن شاء الله أخسل صحون الراجل قال له خلاص قال له إيه بقى؟ خلاص قال له ادخل يا صبحي خدوش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغلك يلا يلا نوم استلم شغلك يلا ليه؟ وفتي ليه؟ يلا حبيب يلا ماما يلا أهو الأكل أهو أكولي أكلين أنت بطاطس بالزيتة هي أأكلك أنا؟ أه هيا تش قد كتير حاضر حاضر تفضلي الله إن أكل حلو أهو من إيه لك؟ دا كوريا سايب أهولك إلا أنت اللي عملاها؟ خلاص زي ما تحبي أنا اللي عملاها المهم عاجبك؟ الله أهو بالهنة والشفا السادة بيحب البيض سادة مين؟ ابني آه طب أم عملي له بيض آه آه أنا أنا خلص أكل بس وأم عملي له بيض تفضلي وحننزل نخرج نخرج نروح فين بس نجيب الحلاوة مش هينفع نخرج أنا هحط لك حاجة تفرج عليها في التليفزيون وادخل لنا تليفزيون لا 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 تنامي لا أخرج أخرج برا مش هينفع نخرج يا سندس لا ينفع ينفع مليش دعوة مليش دعوة طب اتعياتي ليه بس؟ أليس أخرج طب أجيب حلاوة حلاوة بالسوداني يا ربي طيب طيب خلاص خلاص تعالي ما اتعياتيش تعالي يا خلاص هاخرجك وأمري لله فبوريش عارف مصمت حبايب السيدة؟ أنا بقى في الحرر اللي في ظهر وعدل مش اللي يا مهاشم وشارع زين العابدين ده المنطقة ده ده نايسة كلها بقولك إيه تعرفي زيكا بأصبع آه ده كان صاحب حاتم أخوي اللي يرحمه وأنت كان ليك يا أخ اسمه حاتم اللي يرحمه حاتم الإيطالي انت متعرفوش الإيطالي؟ الإيطالي السداء الإسم ده مش غريب علي طب أنت ليك إخوات تانية يعني غير الإيطالية؟ آه عندي أخوي أفوازك كبير ده بقى اللي بيقطع التذكر في مستشفى بوريش بس قولي يعني هو أنت ما بتعملش حاجة تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا آآ مطرب أيوة يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانة تانية؟ انت طيبة على نياتك وفي مطرب في مصر ما بكسبش أنا لو ربنا كرمني والفروس جاريت في إيديا كده مش أقولك لازم نخلي منطقة دي بطن البقر أحسن منطقة فيك يا مصر بقرة؟ بقولك إيه في إيه آآ دي منطقة يعني للزمالك ولا المعادي ولا شوفرة بقولك منطقة بطن البقر المهم تاني شريت بقى هسميه إيه؟ بطن البقرة يا أمي مش معنى يعني تاني شريت؟ ما أول شريت لازم أن ينزل باسم أمي كلمة أمي ألحان أمي توزيع أمي حتى الصورة بتاعت الشريت هينزل عليها صورة أمي وانت ما تعرفيش أمي دي أمي دي أتعرفيها أتعرفيها يا أولا يا أولا أنت وهو العبعيد والله لو التورة دي جت نحيتي لقطعها لكم نتائر على دماغكم ودماغي اللي خلفوكم جت كل أرب السلام والرحمة يا خالتي بمسوكة عاملة إيه؟ قعودي يا أختي عاملة كويس الحمد لله عملت حل ترز بلبن؟ قلت لازم أنا دوقك منها حطالك بقى إيه؟ دبيب وبص الهند ووزداني يستاهل بؤك بتاع بقى ناكسك ليه يا بتي أنا وان بتاع بك راحة يا خالتي والله والله وحشتني القاعدة معاكي والنم على اللي رايحة واللي جاية عايزة نمي على مين يا بيت؟ على كوريا كوريا دي مين؟ قديمة قديمة؟ كوريا دلوقتي بقت قديمة يا أختي مال عاوزة مين الجديدة يا روح؟ الجملات جملات؟ اسم الله عليك اسم الله يا أختي عاوزة أنا نمي معاكي على جملات بطبق رز بلبن لأ يا حبيبتي مش أقلم صنية بسبوسة بالقشطة وعين الجمل يا روحي والله والله ما يغلو عليك يا موسوكا ده أنت حبتي ده أنت الغالية بس بجد بجد والله العظيم البيت صعبة علي ما يسعبش عليك الغالية يا أختي مالها ها؟ مترملة يا عيني البيت صغيرة وزي الأمر بس مترملة جوزوها رجل من الخلاجة كبير في السنة ومقرشوا معاها في نوت بس يا عيني اتفرهد منها ومات ولاده بقى رحوا أخدونها وقالولها يلا يا أختي أمت في العش ولا طارت طردوها طاردة الكلاب ورجعت يا قلب أمها إدوارها وإيد قدام وما خلفتش؟ لا أما خلفتش فيها لو كانت خلفت كانوا طردوها طاردة الكلاب كده هو طب وما لها يا أختي من ساعة ما طلعت يعني لا حس ولا خابر قال له لكون مستقبرة وشايفة نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنة يا أختي أنا ما أعرفش أنا لا أحب حد يقاولني ولا يعودني بس يا بيتي البتي ده إيه؟ سهولناي؟ أو الله سهولنا كده هوت وتحس إنها متريحكيش زي ما يكون عندها حاجة كده هوت مدفونة جواها أو الله لا 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 حاجة مدفونة عليك إنتي برضو يا مسوكة أوه إنتي كده لا تبقي خالتي ولا أعرفي وحيات مقاصيسي دول لا جيب لك قراري الموضوع والمدفون كله ده أنا مبقاش أمسوكة بيت تخرج تقعد أنا مليش فيه